السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير طبعا لو من هنا للسنة الجاية قعدتا اشكركم مش هوفيكم حقكم بجد بشكركم جدا جدا على كل دعواتكم على كل الكلام الجميل الإيجابي الحلو اللي انتوا كتير كتير بتقولهولي الدعوات يا رب بتعود لكم الدعوات في صحتكم وفي أخرتكم وفي دنيتكم وفي حياتكم كلها صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح الورد والفل على عينكم كلكم كل اللي بيشوفوني صباحهم جميل وزي العسل وزي الفل ويسعد أيامكم ويسعد أوقاتكم ويجعل أيامكم كلها سعيدة يا رب العالمين بطلب من أي حد جديد أنا عارفة الناس اللي بتحبيني وبتعزيني بتحطيلي لايك للفيديو بتشترك يا ناصرة بتحطي لايك في الفيديو بتشاهد جزء من الفيديو أو الفيديو كله فجزاهم الله كل خير أما بالنسبة للحلوين اللي لو أول مرة شوفوا قناتي ياريت يشاهدوها وياريت يعملوا لايك وياريت يشاهدوا الفيديو وياريت يعملوا كل الحاجات الجميلة اللي بيعملوها يعملوها لأنا الخلو ناصرة السيت البسيطة الغلبانة اللي على قد حالها تمام؟ حبايب قلبي أنا بطلب منكم تقفوا جنبي وتسندوني كده علشان ربنا سبحانه وتعليا يكرمنا والقناة دي تكبر شوية وربنا يجعل فيها الخير وربنا يوسع الرزق يا رب العالمين يوسع الرزق علي وعليكم أمين يا رب العالمين إذا أقول لكم كنت طبعا ده كان الصبح لأنني كنت مبيتة السجادة قلت خليها تتهوى كده وهي كان فيها شوية تراب ويقال كتير فعلا مش التهاش فنفضتها كده على ظهرها وقلت سيبها تتهوى التهوية كويسة طبعا للفرش وهنا طبعا طلعت أنظف البلكونة كنت كنساها هنا مبارح قبل ما أحطت السجاجين مبارح كنت كنساها تمام عملت بس الصور وكنستها وفرشت السجاجين تمام وهنا طبعا حبيب قلبي أنا بكنس بامسح البلكونة مش عارفة أنا مالي مش عارفة لي مش مركزة يزي ما يكون أول مرة أعمل فيديو الموام حبيبي بشكركم جدا جدا على دعواتكم وعلى كلامكم الجميل وعايز أقول لكم إيه و تعملوا زي إيه و تعملوا زي عشان أنا مش كل حاجة يعني خدوا بالكو أنا كبيرة وكل حاجة بس يا جماعة هو مش شرط أن الإنسان عشان كبير بيفكر صح ومش شرط أنه هو يعمل كل حاجة صح ومش شرط أنه هو يبقى عارف كل حاجة تمام بتكلم بجد مش شرط مش ببرل لنفس أي موقف بس هو فعلا مش شرط وإنا كنت بامسح الحبيب لإني هنشر تمام عايز أقول لكم أتعملوز زي لإني أنا أنا هتكلم عن نفسي الصح صح أقول غلط غلط هقول لكم طمعا فرحوانا لإني أنا بتديت إن أنا ربنا يكرمني واجيب حاجات المفروض إنها كانت تبقى من زمان في البيت فطبعا أنا فرحوانا وفي نفس الوقت يعني إيه دايما بلوم نفسي تفكيري مش دايما تفكير تفكير سطحي تفكير مش حلو يعني أنا أنا بفكر بكده ليه لإني دايما بشوف إن أنا لوحدي ما أنا فعلا لوحدي لا حد بيوجهني ولا حد بقول لي أعملي ولا سوي ولا بيدي ولا بيعمل فدايما شايفة إن أنا بشتغل وإيه ده ماشي ده كويس ده حاجة كويسة لكن المفروض كان تفكيري بقى غير كده فكان دايما تفكيري إن أنا أحاوش فلوس وإنا بكبر في السن لازم يعني حتى على فكرة في الشغل مدام بتقولي يناس لازم تشيلي نفسك قرش نفسك والله العظيم بتقول لي كده رغم أنه من دور بنتي بتقول لي كده يا ناصر لازم تشيلي قرش نفسك لأن انت بكرة وبعده خلينا وقعين ما حدش يقولك خدي وبكرة وبعده كل إنسان فينا لازم يكون فيه مش مهم القرش كتير ولا ليل بس لازم يكون فيه حاجة اسمها الضخار فطبعا هي حاليا برضه بتقول لي كده ومن فترة بتقول لي كده وعشان أنا الموضوع ده أنا فضلت يعني سنين طويلة إن أنا كل قرش اشتغل بي كل ما نفسي أجيب حاجة والله العظيم يا جماعة أنا نفسي بقى عندي كل حاجة زي كل الناس نفسي بقى يعني نفسي بقى أنا مش نقسني أي حاجة فيعني أنا مش مش ببخل على نفسي بس أنا كنت بفكر في حاجة إن الحاجة دي يعني تعمل لي عهد كل شهر اللي هو مثلا حتة موضوع زي ما بقول لكم العربية أنا بقى عندي عربية أشغلها ويبقى فيه فلوس ويبقى براحتي ممكن ما اشتغلش وممكن تدخلي فلوس أصرف منا وكده ده التفكير اللي أنا فكرته وهو تفكير مش وحش بس اللي حصل هو اللي كان وحش اللي حصل هو اللي كان وحش على كل حال اللي أنا عايزة أوصله للناس اللي بتشوفني إن كنت حضرتك من سن بنتي حاولوا إن انتوا يعني مش ما تبخلوش لأ ما تقولش أحاوش عشان يعني مثلا بتاخدي عشر قروش مصروفك أو وظيفتك أو أين كان الفلوس اللي بتبقى معاك لو عشر قروش لأ شيلي منها قرشين أو تلاتة والسبع تنين خليهم وبين مصري في البيت وبين إن انت نفسك فيهاجة شهر ورا شهر ورا شهر تحويش وتجيب الحاجة أو عندك حاجة وعايزة الجددية تجددي يعني فعايزة أقولكم ما تبخلوشوا عن نفسوكو أبسيتوا نفسوكو ما بنبقاش عارفين يعني كل إنسان طبعا ربنا يديكم العمر والصحة والسعادة وإن شاء الله يا رب يا رب كلكم تعيشوا 100 سنة وأكتر من 100 سنة تعيشوها بصحة وسعادة وخير وأمل وتفاعل بس لازم تبسطوا نفسكم فما تقعوش في الوقع اللي أنا وقعت فيها أنا وقعت نفسي فيها عاد تقول بكرة هجيب وبكرة هعمل وبكرة هسوي بس الوقت المفرد أحوش 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 لحد أنت طبعا منتوا عارفين الفلوس راحت فين اللي تنصب عليها فيها كانوا 150 ألف كانوا من فتر يعني كانوا برضو يعملوا حاجة 150 ألف دول ما كانوش قلالين بنسبة لنا ممكن هم حاليا 150 ألف مش قصة تمام لكن كانوا حاجة فكانت كل الفلوس اللي معايا ولا تعريفة كانت معايا غير هما دول والحمد لله خدهم الغراب وطول فعايزكم أن أنتوا حبايب قلبي أنتوا كل واحدة معها قرش أو كل واحدة مش معها قرش تقدري أنتوا توفار قرشة جديدة ببيتك أو توضب في حاجة تسعيدك حاجة تبسطك يعني ما بقاش عندك وتجيبي لا لو ما عندكيش هاتي ربنا يا رب يكرمكم ووسع عليكم ولو ما عندك مثلا حاجة قديمة عزة جديدية ما تتأخريش جديدية ما تبصيش لحتة الغالة ومش الغالة لأن الغالة خلاصية دي حياتنا بقت كده لأنه وقفنا قلنا الغالة ومش الغالة لها نمشي ولا هنروح ولا هنيجي ربنا يدينا الصحة جميعا ونعيش ونجيب وربنا يساعدنا وربنا يدينا الصحة يارب يبارك في عمرنا طيب عايزة أقول برضو لو أنت فأنا بحذر بحذر الناس الستيات اللي زي حالاتي اللي دايما تقول لك عملي البكرة عملي البكرة عملي البكرة عملي للاتنين زي ما قلتلكم معاكم كم قرش اسموهم على ثلاثة كذا 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 ما تحققش نفسك في النهاردة تحقق الشهر الجاي السنة الجاي كل حاجة بتمشي مع الصبر طيب لو أنت من سني برضو هاتي لو أنت من سني دلوقتي لا هاتي أقول لك ليه تجيبي لو أنت عملي عمرك ستين سنة النهاردة وربنا سبحانه وتعال نبارك في عمرك وفي صحتك بتشغل وبتدخلي القرش لا برضو اهتمي طبعا العبادات والبتاع دي حاجة بينكو بالربنا أن أنت تدي أو تعملي دي حاجة بينكو بالربنا مش هقول لك اعملي إيه أنت مسلمة وعرفة دينك عايز منك إيه وعرفة أنت بتعملي إيه ما أنتش كاسر ولكن في نفس الوقت أن أنت لا بالعكس في الفترة دي برضو لو ربنا سبحانه وتعالك كرمك وبتشتغل لا هاتي بقى هاتي أي حاجة نقصك هاتيها أي حاجة هتريحك هاتيها أي حاجة هتبسطك وهتريحك في بيتك وعايزة تعمليها اعمليها وهاتيها ليه لأنك أنت دلوقتي مثلا ربنا بكريمك وبتشتغل لي وبتقدر أن أنت تدخلي قرش ما تعلميش بكرة وبعده إيه لا هيحصل لا يبع عندك غسالة تخسلي عليها تريحك لا يبع عندك حتى الدولاب تحط فيه دومك علشان يلميلك دوم البيت لا يبع عندك حتى تمطبخ حلو معقول تلمي فيه شوية الموايين بتوعك لا لأنك أنت بكرة وبعده ممكن مجهودك يقل مع الوقت فتضطر أن أنت تشتغل حاجة بسيطة الحاجة البسيطة دي هتجيب لك إرش أقل هيبقى جهدك أقل لا هاتي تمام حتى لو أنت دلوقتي كبيرة وبتدق هاتي ما تتخسرش من نفسك حاجة احنا فعلا زي ما بتقوله بنعيش مرة واحدة فعشان كده بقولكو ما تغلطوش غلطتي ما تغلطوش غلطتي يا جماعة هاتوا اللي نفسكو فيه ولا تقدروا تجيبوه ولا تقدروا تجددوه وربنا يديكو الصحة ويمتعكم بشقاكم ويمتعكم بعيالكم ويمتعكم بأيامكم كله ويجعل أيامكم خير وآمل وتفاعل وكل حاجة طبعا زي ما بقولكو كده أنا دخلت على الأودة ديت كنستها وكان فيه شوية وراء وكان فيه شوية حاجات ملاش أي لازمة طبعا أنا الملايتين دول أنا كنت جايباهم كسوة أطفال فاهمين فطي الملايتين شابه بعض ملايتين زي بعض ملايتين أطفال لأن طبعا أنتم ستشافين أن السرير صغير تمام وانا خدتم وقتهم وقتها بسهر مخفض فعشان كده شلت واحدة مش نضيفه حاتيت التانية تمام وان شاء الله بإذن الله بإذن الله أول بإذن الله ما جيب المرتبة ورها لكم أكيد طبعا هجيب ملايتين وهجيب برضو فرش للسرير التاني وطبعا برضو هقول لكم على الفرش وأورو لكم الملايات وأورو لكم بإذن الله المرتبة بإذن الله وطبعا بشكركم جدا على كل كلامكم الجميل وأي حاجة بتعدى علينا سواء كانت غلط أو صح ما نخجلش أن احنا نتكلم فيها ما نخجلش أن احنا نقول فعلا إحنا غلطانين فعلا إحنا لازم نغير تفكيرنا ولو أنت تفكيرك زي تفكيري برضو ياريتك تغيريه مش هتقدر تغيريه كله بس تعالي على نفسك وغيريه تعالي على نفسك وغيريه هنا الكياس بتاعة الكياس اللي كانت ملفوغ فيها اللي قدت النوم كانت جنب الحمام راجل كرمية جنب الحمام طبعا كانت محتاجة كياس كبيرة فأنا جبت الكيسين كده كانوا عندي ولميت فيهم البلاستيك القديم ده بتاع اللي قدت النوم يا جماعة ويعني إيه خدت أيام العيد أغلبيتها كلها شغل 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 رحت بس يومين عند أم أدم كان أم أدم طلع لها حاجة في عينيها ما هو أدم كده لازم تعايد بالسعادة والفرح الحمد لله ربنا يا رب يشفيها ويعفيها ويشفي كل مريض رحت عندها قعدت يومين كتعينيها طلع لها فيها حاجة كده وإن شاء الله بإذن الله تروقوا تبقى كويسة ويومين يومين أول يوم وثاني يوم اللي عادي اشتغلتهم وثالث يوم رحت البنتي ثالث يوم رحت تقريبا لبنتي قعدت عندها يومين ما كنتش عايزة أعود أنا كنت عايزة أقول لكم سأنا طيبين ودي العلعة دي وارجع على طول لكن الولاد أعياته يا تيتا لأ ده احنا في عيد يا تيتا عادي معانا ربنا يا رب يخلهم لي ويحفظهم لي ويكفينا ويكفيكم ويكفيها شر المرض وشر المستخبي ويبعد عنها الشر بنتي يا رب رب يبعد عنها الشر يبعد عنكم الشر يبعد عن الجميع الشر ويصلح حال المسلمين ويصلح حال الجميع أمين يا رب العالمين حبيب قلبي بشكركم على كل كلمة طيبة قلتها لي وعلى كل دعوة حلوة قلتها لي يا رب تعود لكم في صحتكم وفي أولادكم وفي أعماركم بشكركم جدا 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 على كل حاجة وطبعا ده الورد المية على فكرة كانت قطعة هنا لكن ختم المية اللي هي محوشها دي قلت لا انا مش هستنى بقى انا عايز هراجع الورد ده وقريما ان شاء الله هجيب بوكي وردة او شجرة وردة كده شكلها زريف ولطيف هجيبها بقى وان شاء الله طبعا هورها لكم ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ربنا يدينا العمر والصحة نجيب كل حاجة ونجيب اللي احنا نفسنا فيه واذا ما قلت لكم يا جماعة ما تسمعوش كلامي شوفكم على خير في فيديو جديد